وقال حدثني يحيى بن معين قال حدثني أحمد بن حنبل قال من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله مطلوب هذا خلق الله منها طائر له سبعون جناح كل جناح تسبح الله وجاء بهذا الكلام فالتفت كل واحد من هذين الشيخين الفاضلين إلى رفيقي يقول أنت حدثته بهذا قال لا أنت حدثته بهذا قال ما حدثته ولا أعرفه هؤلاء الذين يتحدثون ويتكلمون ويتناقلون الأخبار في وسائل التواصل هذا الأمر يا إخوة قد يقعوا من كثير من الناس بحسن نية بقصد ترغيب الناس في الخير وهذا الأمر قديم في عصور الإسلام الأولى كان بعض الناس الجهلة السذج يضعون أحاديث يعني يكذبون على الرسول عليه السلام ما معنى وضع الحديث الكذب على الرسول عليه السلام يضعون أحاديث للناس يذكرونهم فيها ببعض القضايا الإيمانية بالتزام الدين بالذكر بالقراءة بالصلاة ويضعون لهم من هذا هذه الأمور مما هب ودب بقصد أن يرد الناس إلى الإسلام بقصد أن يجعل الناس ملتزمين بدينهم مهتمين بالذكر والدعاء أكثر من غيره بعض هؤلاء سؤل لماذا؟ قال لما رأيت الناس انصرفوا إلى الدنيا أردت أن أردهم بهذا يعني ولا حرج عنده في هذا وكثير منهم كانوا حتى يكذبون على الأئمة الكبار على أئمة الحديث كالإمام يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كانوا يضعون أحاديث ويقول حدثني أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن معين قال 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 كذا أحدهم هذا أبو عسما يقال له أبو عسما المروزي لا بأس أن نذكر قصته باختصار جاء الإمام أحمد تعرفون الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة جاء هو ويحيى بن معين والإمام يحيى بن معين أيضا من أئمة السنة الكبار من رواة الأحاديث جاءوا في مسجد فبعد الصلاة قام رجل يذكر يعظ الناس وقال حدثني يحيى بن معين قال حدثني أحمد بن حنبل قال من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله مطلوب هذا خلق الله منها طائر له سبعون جناح كل جناح تسبح الله وجاء بهذا الكلام فالتفت كل واحد من هذين الشيخين الفاضلين إلى رفيقي يقول أنت حدثته بهذا قال لا أنت حدثته بهذا قال ما حدثته ولا أعرفه فلما انتهى من حديثه جاء إليه وقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين متى حدثناكم قال سبحان الله كأنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما في ناس كثيرين عشرات اسمهم هذا ولذلك أنا أنقل عنهم هذا يزعم أنه يفعل هذه الأشياء يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في زمننا أيضا هذا الزمن المعاصر كثير من الناس يتجرؤون على الفتية يتجرؤون على العلماء يقول قال الإمام فلان قال الشيخ فلان وهذا الكلام قد لا يصح لكنه ينسبه إليه يريد أن يثبت للناس أن هذا هو الصواب يريد أن يثبت مكانته بين الناس فيقول هذا الكلام نحن ماذا يجب علينا في هذا يجب علينا أن نرد الأمور إلى شرع الله إذا سمعنا بشيء شيء فيه مخالفة شيء فيه تجريم شيء فيه إساءة أن نرده إلى دين الله سبحانه وتعالى هذا الكلام معقول أو غير معقول كيف نرد إلى دين الله أننا نطلب الدليل عليه ما وجدنا دليلا لسنا مكلفين بالبحث فيه الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقولا إنسان العاقل يعمل عقله لماذا أعطاك الله العقل وميزك وفضلك على هذه البهائم حتى تستخدم عقلك هذا لا تلغي عقلك كلما جاءك إنسان بخبر نقلته وسكت عنه فلذلك أيها الإخوة هذه الأقاويل قد توجد كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام قد توجد تقولا على العلماء قد توجد لغرض سيء في نفس صاحبها يريد أن يتهم شخصا يريد أن يجرمه بينه وبينه عداوة شخص أو مجموعة أو أهل مذهب أو فئة يريد أن يجرمهم فهو ينسب إليهم هذا الكلام هذا هو سيساءل يوم القيامة عن هذا لكن نحن في الدنيا الآن الكلام فينا في هذه الدنيا ماذا علينا؟ علينا أن نتثبت وإذا شككنا حسبنا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم إذا نعرف إذا كنا نعرف من حال الشخص أو من حال أناس هؤلاء الذين يتكلموا عنهم أن الصلاة والاستقامة فإذا جاءنا هذا الخبر نقول سبحانك هذا بهتان عظيم لأن هذا لا يتناسب مع ما نراه الآن أنت ترى بعينك وتدرك بعقلك ثم يأتيك إنسان بقولة طائرة طائشة فتلغي عقلك وتلغي كل ما عندك في سبيل أنك تقبل بهذا فلابد إذا من أن نثبت على دين الله ولابد أن لا نلغي عقولنا وأن لا نسلم زمامنا لهؤلاء الأفاقين لهؤلاء المتعجلين لهؤلاء الذين قد تنتظمهم أغراض عديدة التساهل والتسرع والجهل والهوى وأمور كثيرة والعداوة قد تنتظمهم أمور كثيرة فلذلك لا بد أن نتثبت حسبنا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه أمور أيها الإخوة مما يجب أن نتذكره ونحن نعيش في هذه الأيام في هذا الطوفان الكبير من الأخبار ومن المتناقضات ومن الأقاويل وحسبك خبرا واحدا أو تغريدة واحدة أنها تصل إلى الملايين وإلى عشرات الملايين وإلى مئات الملايين من الناس وربما يتعلق بها أناس كثير ويفتن بها أناس وربما يرد بعض الناس لكن أكثر الناس يفتنون بها فلا تكن أنت سببا في فتنة الناس وفي اجتراح الذنب العظيم عند الله سبحانه وتعالى الذي ستسأل عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر